أعلن رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر توجيه دعوات رسمية لقادة القوى والأحزاب والكتل السنية لعقد اجتماع استثنائي يبحث ملف رئاسة البرلمان والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الأغلبية السنية وتلبي طموحات الشارع وقال الشيخ الخنجر في بيان إن هذه الخطوة تأتي بناء على المناقشات المستفيدة والاتصالات مع قادة القوى والكتل السياسية العربية السنية التي جرت خلال الأيام الماضية وأوضح أن الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد في العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين سيناقش الوضع الداخلي السني ويبحث ملف رئاسة البرلمان والاتفاق على دعم شخصية توفقية تمثل الأغلبية السنية وتلبي طموحات الشارع كما دعا الخنجر الشركات في العملية السياسية أو الشركاء في العملية السياسية إلى احترام خيار الأغلبية السنية وعدم عقد أي جلسة لاختيار رئيس البرلمان إلا بتخويل من المجتمعين السناء اشتركوا في القناة